اشتركوا في القناة فأردت إن شاء الله تعالى اقترحت عليه أن أزوجه بزوجة في المغرب واقترحت عليه أن تكون أرملة ولها أولاد حتى يعي لها ولكن المشكلة هو أنني قلت لكم شيء أخاف من كلام الناس أخاف من كلام الناس واسموا يقولوا الناس واش هالمرأة باش تزوج رجل ها واش كذا الحقيقة أول مرة واحد المرأة كتسقسيني هذا النوع تعالى السؤال أول مرأة لهي التي تنظر إلى زوجها بعين الإشفاق وترى أنه لا يأخذ الحق كاملا منها وأنها حتى ولو كانت تستطيع أن توفر له الحق الكامل إلا أنها تريد لمرأة أخرى أن تشترك معها في زوجها وتسن هذه السنة وتقترح أن تكون هذه المرأة هي مرأة أرملة وعندها أولاد فيضمها إليها ويبقى يخدم عليها يعني ليس قضية قضية غنزوة ولكن تريد بالزواج أن تقدم خدمة لأختها المسلمة التي لا عائلة لها ولها إيتام وتربحوا اسمه تربحوا مسألة أنها إن شاء الله تبارك وتعالى تسعى على الأرملة واليتين بهذه الطريقة أنت على الزواج لا إله إلا الله في الحقيقة فجأتني هذه الأخت جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك وحشرك مع رسول الله يوم القيامة لأننا لك أسمع من النساء هي غير قضية أنتع أنهم يخشون هذا الأمر وحاضن رصانهم وهذه قد تقول لك أنا أقترح على الراج المتدين مو من إدير الخير تعترف بفضله عليها وتعترف بدماثة أخلاقه وتعترف بكرمه وسخائه فهي تريد إن شاء الله تعالى أن تستثمر ما فيه من الخير وأن تقترح علي أن يتزوج مرأة الأرملة ومعها ولدات فيحقق الكثير من الخيرات الخير اللي أول هو أن يضم إليه أرملة وكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم السائع على الأرملة والمسكين زيد كالمجاهد في سبيل الله وكالقانت الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفتر إذا هذا الخير شو كون تديهها؟ شو كون يديه? شو كون يديها الخير؟ الزوجة الزوجة هي تقول الزوجة الثاني اللييتامة يضم إليه اليتامة ونبي صلى الله عليه وسلم يقولك صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاذين في الجنة تكون بجوار رسول الله شو كون يدي هذا الخير؟ المرأة التي كانت وراء الخير هي ندالة على الخير كفاعلة هيو الرجل يا لكي الدواج فأنت الآن تسعين إلى المعالي إلى الدرجات العلا عند الله ولو لم يكن منطلقك الإيمان واليقين فيما عند الله ما فعلت ذلك فلا يفعل هذا إلا موقن بما عند الله وانت في هذا الزمان عملة نادرة نحن لا نمداحك ولكن هذا المسألة هذه حقيقة هذه المسألة لا توجد هذه عملة نادرة إذا جزاك الله خيرا ودير المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى وما كان خير لأنت يا تخافي ماذا تخافي؟ بالبشر هذا من قبله لأن الذي عنده اليقين في الله تعالى وأراد كل هذا الخير إذا أراد بعض البشر أن يمنعوك بكلمات يقولونها تحدينا ذلك بإيمانك اللي عندك أنت عندك هذا الإيمان اللي وصلك إن شاء الله لهذه الدرجة وأنك تطمعين باش تكون مع رسول الله ومع المجاهدين في سبيل الله ومع الصائمين الظهر والقائمين بالليل من كان له هذا الإيمان وهذه الهمة لا يمكن أبداً أن يقوم بعض الناس بثنيهم على هذا الخير لا ما أديهاش قاعد لكن تتعاملين مع الله سبحانه عز وجل أنت تتعاملين مع الله بندم عنده ما يدير اللي بغي يقول يقول لكن تبغي تل الله وبغي تل أجر تعصده ربي صاف ولذلك نحييك ونرفع القبعة لك وندعو الله لك أن يجعلك مع رسول الله ونسأل الله أن يجعلك قدوة لكثير من النساء فإنك تسنين سنة حسنة من يعمل بهذه السنة اقتداءاً بك تأخذين أجرك وأجر من يستن بسنتك إلى يوم القيامة جزاك الله وخير ما عندنا ما نقوله حافظك الله الله يجزيكم بك الرجل الغمني يزوجه يخصون شاء الله يدي الكاغت يدي الكاغت باش يكون معلوم هذا الشيء شاء الله تعالى والله يحفظكم والله ينوركم ونعيزكم